اشتركوا في القناة وإظهار أعيادهم إظهار أعيادهم نشرها لاحتفاء بها لو لم يكن في قلبه شيء من المحبة والمودة لهؤلاء ما شاركهم في أعيادهم ولا في عقائدهم الباطلة يعني هل يجوز للمسلمين أن يهنئ النصرانية بهذا العيد كما نسمع اليوم يعني سنة سعيدة أو بوناني أو هابي ييرز بأنه ولد تحت شجرة السنوبر ونحن نعلم أنه ولد تحت نخلة إذن ما حكم تهنئة المسلمين لغير المسلمين من الكفار واليهود والنصرى بتلك الأعياد الباطلة هذا الذي يهنئ المشرك بعيده أعظم إثما عند الله عز وجل من فعل هؤلاء الذين يهنئون من شرب خمرا أو قتل نفسا أو زنا أو فعل شيئا من هذه الكبائل لأنك إن شاركته فإنك تقره وبإقرارك إياه فإنه يظن أنك تعظم دينه وأن دينه لا بأس به فيستمر ويمكث على دينه عياذا بالله يعني يكره للمسلمين أن يأتي شيئا مما يقوي به المودة بينه وبين المشرك الآن يعني بعض المسلمين بل بعض من ينسب إلى العلم من المعممين ومن المطربشين يعني يحضرون مع النصارى في كرائسهم في اليوم عيدهم ويشهدون صلواتهم وهذا لعمر الله أمر محرم باتفاق إذن هم يعتقدون يعني بأن هذا العيد هو عيد ميلاد الرب أو ميلاد ابن الرب أو ميلاد هذا الأقنوم ويزعمون أن المسيح ابن مريم عليه السلام ولد في الخامس والعشرين من شهر دجمبر هذه كلها تواريخ باطلة إذن المسلم صاحب الفطرة النقية وصاحب العقيدة الصحيحة لا يمكن أن يشارك المشركين وهم يحتفلون في احتفال يسبون فيه رب العالمين سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى نقدم لكم محاضرة بعنوان حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية لفضيلة الشيخ أبي يونس محمد الفرعني حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الحمد لله الذي منى علينا بهذا اللقاء وأسأل الله جل فعله أن يجعله لقاء مبارك ونافع هذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى حول موضوع يتجدد كل عام وهو حكم مشاركة غير المسلمين في أعياده هذه المسألة في الحقيقة أخذت حيزاً كبيراً وكثيراً ما نسمع بعض المسلمين يشاركون الكفار في أعيادهم جهلاً منهم بالحكم الذي ذكره أهل العلم وتساهلاً منهم في ذلك لذلك وجب التنبيه وقبل ذلك أجيب عن تساؤل يطرح دائماً كلما تكلم متكلم حول هذا الموضوع فيقال لماذا تطرقون هذا الموضوع ولماذا تعيدون وتكررون هذا الموضوع والجواب سهل ويسير لأن الناس ما فتئوا يحتفلون ويشاركون ويتساهلون في هذا الأمر فيجب التنبيه وإعادة التنبيه مرة بعد مرة فلو أن الناس عقلوا أمر دينهم وفهموا هذا الحكم لا كان لزاماً على أهل العلم أن يشتغلوا بأمور أخرى وأن ينبهوا على المخالفات الأخرى لكن ما دام الناس يحتفلون مرة بعد مرة فلا بد من التنبيه كلما حلت هذه الذكريات نبدأ على بركة الله بذكر حكم لاحتفال بأعياد غير المسلمين ونقصد بغير المسلمين كل كافر سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غيره من المشركين عموماً ونشك أن المسلمين في الغالب إنما يحتفلون بأعياد النصر لما سمعت من يشارك اليهود في احتفالاتهم أو من يشارك البوذيين في احتفالاتهم أو من يشارك الوثنيين في احتفالاتهم ولكن لشدة مخالطة المسلمين للنصارى على وجه الخصوص فإنهم يشاركونهم في بعض أعيادهم وهذه الأعياد كما يتبين إن شاء الله تعالى من النقول التي سنذكرها يعني هي مرتبطة بعقائدهم وبدينهم الباطل الذي نعتقد نحن المسلمين بأنه دين باطل إذن حكم الاحتفال بهذه الأعياد أمر محرم لا شك في تحريمه وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء لماذا حكم العلماء بتحريم الاحتفال بهذه الأعياد؟ أولا لأنه يدخل في معنى شهود الزور الذي نهى عنه ربنا عز وجل صراحة في القرآن لما ذكر ربنا عز وجل عباد الرحمن وأثنى عليهم وذكر في معرض ثنائه عليهم قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال أبو العالية وطاوس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين يعني ما هو الزور الذي انتذح الله عز وجل عباد الرحمن بأنهم لا يشهدونه لا يحضرونه لا يشاركون أهله فيه هي أعياد المشركين هذا ذكره كثير من علماء التفسير كابن جرير الطبري رحمة الله عليه وابن كثير وغيره إذن الأمر الأول الذي لأجله حرم العلماء مشاركة غير المسلمين في احتفالاتهم بهذه الأعياد هو أنها من شهود الزور الذي نهى عنه ربنا عز وجل وامتدح عباده بأنهم لا يشهدونه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام الأمر الثاني لأنه من التشبه الصريح بغير المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما من بنى بأرض المشركين من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيام حشر معهم يوم القيام وهذا رواه البيهقي في السنن الكبير وصححه شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولنا عودة لهذا الكتاب فإنه من أجل الكتب التي ناقشت تشبه المسلمين بغيرهم وبين في ذلك رحمه الله تعالى حكم ذلك بتفصيل لا مزيد عليه ولم يسبق إليه ولم يأتي بعده من ناقش الموضوع كمناقشته إياه رحمة الله عليه رحمة واسعة وقال الذهبي رحمه الله تعالى فإن قال قائل وهذا أيضا من الشبه التي يعترض بها المعترض فإن قال قائل أنا لا أقصد التشبه به الآن حينما ننهى المسلمين عن مشاركة النصارى في أعيادهم وفي احتفالاتهم يقولون نحن لن نتشبه بهم أنا لا أقصد التشبه بهم فيقال له نفس الموافقة والمشاركة في أعيادهم ومواسمهم حرام يعني مجرد الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم وفي مواسمهم هو محرم لذاته بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب طيب لماذا نهى عن ذلك وقال إنها تطلع بين قرني شيطان وهذا أمر غيبي لا يمكن أن يعلمه أحد إلا من قبيل السمع إذا جاء النقل الصحيح فإننا نعلم ذلك لأنه من الأمور الغيبية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم في هذه الأوقات وعلّل ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار حينئذ يعني في هذه الأوقات يسجد الكفار للشمس يسجد الكفار للشمس طبعاً المصلي وهذا الكلام للذهبي والمصلي لا يقصد ذلك لش كأن المصلي من المسلمين لا يقصد السجود إلا لله عز وجل المصلي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كفر لو أن أحداً من المسلمين قصد السجود لمخلوق من مخلوقات الله سواء كان شمساً أو قمراً أو كوكباً أو شجراً أو حجراً فإنه يكفر بذلك لا شك في هذا الأمر لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرق إذن نفس الموافقة للكفار حينما يسجدون للشمس في هذه الأوقات فإن المسلم منهي عن موافقتهم في ذلك وإن كان يقصد بسجوده السجود لله عز وجل ومن هنا نعلم خطورة المشاركة للكفار في أعياده الأمر الثالث الذي بنى عليه العلماء تحريمهم ومنعهم للاحتفال بأعياد المشركين لأن المشاركة للمشركين في أعيادهم فيها نوع مودة ومحبة لهم ونحن مأمورون بخلاف ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إذن ربنا عز وجل ينهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لا يجوز موالات المسلم لليهودي ولا للنصراني بل المؤمن يوالي المؤمن واليهود يوالون بعضهم بعضاً قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تشبه الخسيس بأهل الخمس تشبه الخسيس طبعاً من عنوان الكتاب نفهم أنه يحكم بالخسة على من يتشبه بالكفار هذا في الحقيقة خسيس الطبع وإلا فلو كان عزيزاً لاعتزى بدينه ولا انتمى إلى دينه انتماءاً صحيحاً ولما رفع رأساً بعادات الكفار ولا بأعيادهم ولا بعقائدهم لأنه يعتقد اعتقاداً جازماً بأن اعتقاداتهم باطلة وأعيادهم باطلة وعاداتهم باطلة فلا يجوز له أن يتشبه بهم ومن تشبه بهم فإنه إلى الخسة أقرب إذن قال الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب وقال العلماء ومن موالاتهم يعني يدخل في جملة موالات المشركين التشبه بهم يعني ليس فقط الموالات هو أن ينصرهم وأن يكون ظهيراً لهم على المسلمين بل من موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم إظهار أعيادهم نشرها لاحتفاء بها وهم مأمورون يعني هم في خاصة أنفسهم إن كانوا من أهل الذمة هم مأمورون بإخفائه في بلاد المسلمين وهذا كان معروفاً لما كان للمسلمين عزة فإنهم كانوا يحكمون على أهل الذمة بإخفاء تلك العقائد الباطلة فلا يظهرون صليباً ولا يظهرون ناقوساً ولا يظهرون شيئاً من عباداتهم الباطلة وإنما يستخفون بذلك في قعر بيوتهم وفي معابدهم وفي كنائسهم لا يشهرون بذلك فيؤذوا المسلمين في أسواقهم ولا في مجالسهم هذا كان معروفاً وكان مشاعاً إذن قال رحمه الله وهم مأمورون بإخفائه في بلاد المسلمين فإذا فعلها المسلم معهم يعني حينما انقلبت الأمور وسار بعض المسلمين يشاركون الكفار في أعياده ماذا يحدث حينئذ فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارها وهنا لابد أننا نستحضر تلك الشروطة العمرية التي شرطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس شرطها على أهل الذمة من النصار وهي مبثوثة في كتب أهل العلم كأحكام أهل الذمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وسيأتي بعض النقل من ذلك الكتاب العظيم إذن قال رحمه الله فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارها وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام هذا منكر وهو بدعة في دين الإسلام يعني أنه لم يكن يعني ما كان المسلمون يظهرون هذه الأعياد في زمن النبوة ولا في زمن الخلفاء الراشدين إذن هذا أمر محدث طرأ على الناس بعد أن لم يكن من شأنهم ولا من عاداتهم إذن هذا منكر وبدعة في دين الإسلام ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان إلا كل قليل الدين والإيمان ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم جاء في أحكاب أهل الذمة لابن القيم رحمه الله كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن يعني هؤلاء النصارى كتبوا إلى عبد الرحمن بن غن إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمانة لأنفسنا وأهل ملتنا يعني حينما دخل فاتحا طلبوا الأمانة لأنفسهم أن لا يقتلهم وأن لا ينكل بهم وأن لا يجليهم من أرضهم قالوا طلبنا الأمانة لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا إذن هذه شروط اشترطها على أنفسهم وأقروا بها وقالوا لعبد الرحمن بن غن إن نحن خالفنا ذلك ونقضنا العود فيحل لك ما كان محرما عليك يعني لك أن تفعل في نبات شاء إذن قالوا إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمانة لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ألا نحدث في مدينتنا كنيسة فلا يجوز لأهل الذمة أن يبنوا الكنائسة في بلاد المسلمين هذا أمر محرم معروف عند الفقهاء ولا نجدد ما خرب من كنائسنا يعني كل كنيسة أصابها الخراب فإنه يمنع أهل الكتاب من ترميمها ومن تجديدها لأن الأمر ينبغي أن يكون إلى زوال وإلى اندثار فهم يقرون على دينهم بعقد الذمة لكن لا يعانون على بناء الكنائس ولا على ترميم ما خرب منها قال وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا والله حينما أقرأ هذه الشرط وأتذكر عزة المسلم يوم كان المسلمون أعزه والله في الحقيقة المسلم يصاب بالأسار ويعتريه الحزن من كل جانب حينما ينظر إلى ما أصاب المسلمين من الهوان ومن الذلة وهذا في الحقيقة بسبب بعد المسلمين عن دينهم فإن الله عز وجل صلت عليهم أخس خلقه فأخذوا بعض ما في أيديهم واستولوا على ديارهم وأخذوا خيراتهم فالآن المسلمون يمنعون من الأذان في بلاد الكفار يمنعون من الأذان إلا في جوف المساجد وهذه المساجد اليوم تغلق بأدنى الذرائع تغلق ويعني ربما يهجر أصحابها منها وتخلى بسبب بعض التهم الباطلة بالظنة وبالتهمة الباطلة فلله الأمر من قبل ومن بعد إذن كانوا لا يضربون النواقس إلا ضربا خفيا في جوف الكنائس قال ولا نظهر عليها صليبا يعني ممنوعون من إظهار الصليب فوق الكنائس وإنما يضعون تلك الصلبان التي ترمز لتلك العقائد الباطلة في جوف الكنائس يمنعون من إظهارها في أعلى الكنائس الآن الصلبان تملأ السهل والوادي توضع في المحلات وتوضع في تلك المنائر التي ترفع فوق الكنائس ولا نظهر عليها صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة وللقراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين لا يبيعون كتب الكفري في أسواق المسلمين وأن لا نخرج باعوثا والباعوث هو الاجتماع الذي يخرج فيه هؤلاء الكفار كما يخرج المسلمون في عيد الأضحى وفي عيد الفطر قالوا ولا شعانين يعني هذه جملة من أعيادهم وأن نلزم زينا حيث ما كنا وأن نلزم زينا يعني يلزمون الزي الذي فرضه عليهم المسلمون لأن المسلم كان يعتز ويتميز عن غيره ويفرض على أهل الذمة أن يلبس يعني الواحد منهم زي معينا وأن نلزم زينا حيث ما كنا يعني لا يجوز لهذا الذمي أن يلبس لباس المسلمين لكي يتميز عن أهل الإسلام فيلبس يعني لباسا يعني ويعقد على وسطه زنارا يعني كهيئة يعني الرباط والحزام على حقويه يتميز به عن المسلمين الآن المسلم إذا لبس جلبابا أو قميصا فإنه يرخيه لكن النصراني كمان نرى اليوم في الكنائس يعني القساوس والرهبان والبابوات يعني يجعلون الزنار على أوساطهم وهذا يعني علامة على كفرهم قالوا أن نلزم زينا حيث ما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلانسوة ولا عماء لا يلبس القلانس ولا العمائم وأن نجز مقاديم رؤوسنا انظروا إلى هذه الشرطة يعني يجزون مقاديم رؤوسهم يعني الشعور لا يرخونها كما يرخي المسلمون شعورهم ولا نفرق نواصينا يعني كان المسلمون يفرقون ومنع أهل الذمة من ذلك ونشد الزنار على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية حتى الخاتم الذي يتخذونه لا ينقش بالعربية وإنما ينقش بلغاتهم حتى يتميز ختمهم عن ختم المسلم لأن هذه الخواتم كانت تستعمل للزينة وتستعمل أيضا لختم الرسائل ولختم العقود والوثائق فإذا ختم فإنه يختم بختم فيه لغته لا يكون فيه لغة العرب ولا نركب السروج ولا نركب السروج يعني يركبون الدابة عرية عن السروج ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق أنا استطردت في ذكر هذا الكلام مع طوله لنفاسته ولكي نحس ولو شيئا قليلا بهذه العزة التي كان يعيش فيها المسلمون يوم أن تمسكوا بدينهم لأن الذلة في البعد عن الدين وصدق عمر رضي الله عنه حينما قال قولته الشهيرة والحديد فيه قصة لكن يهمني منها أنه قال نحن إنما أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق طيب عندي الآن سؤال هذا الذي يحتفل مع المشركين بإعيادهم الباطلة هل يمكن أن يقنع أحدا بأنه يبغض الكفار هل يمكن أن يقنع أحدا بذلك لو لم يكن في قلبه شيء من المحبة والمودة لهؤلاء ما شاركهم في أعيادهم ولا في عقائدهم الباطلة هو يعلم أن تلك العقائد باطلة ولكنه يمني نفسه أنه بمشاركته للكفار في أعيادهم لا يوافقهم ويبقى بريئا من دينهم ومن عقائدهم والله عز وجل يذكر هذه النصوص القواطع في هذا إذن إلقاء المودة إلى الكفار هذا أمر محرم كما جاء في نص الآية الأمر الرابع أن هذه الأعياد هي من شعائر الأديان والملل وليس كما يعتقد بعض الجهلة أنها من التقاليد الإنسانية وأنها من العادات العرفية بل لها ارتباط وثيق بالدين وبالملة وقثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبو بكر رضي الله عنه وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاث يعني يوم بعاث هذا يوم كان في الجاهلية وتقاولت به الأنصار يعني كان بعضهم يهجو بعضاً بسبب ما كان بينهم من حروب ومن اقتتال فأنكر ذلك أبو بكر بقوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان المقصود بالمزمار هو الصوت وليس المزمار المقصود به الآلة المعروفة المزمار المقصود به الصوت ولذلك جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود أي أوتيت صوتاً حسناً يشبه صوت داود حينما كان يقرأ الزبور وكانت الجبال تؤوب معه أي ترجع وتسبع يا جبال أويذي معه والطير فالمقصود بالمزمار ها هنا الصوت فلذلك قال أبو بكر مزمار الشيطان أي صوت الشيطان وهو الغناء مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا إذن هذا يبين أن الأمر مرتبط بالدين لأن الأعياد في الإسلام مرتبطة بالعبادة فعيد الفطر يأتي بعد عبادة الصيام وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة الحج وكل من هذه الأعياد لها شعائر من الذكر ومن التكبير ومن الخروج إلى المصلة ومن الذبح في يوم الأضحى ومن إخراج الزكاة في يوم الفطر وغير ذلك من الشعائر التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام وبالعقائد وبالصلاة يعني هذه أمور معلومة لا ينكرها إلا جاحد أو معاني وعن أنس رضي الله عنه قال كان لأهل المدينة في الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني لما هاجر إلى المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم النحر إذن هذه الأعياد التي كانت عند الأوس وعند الخزرج ألغاها الإسلام وأبطلها الإسلام وأبدل الله عز وجل أمة الإسلام خيراً من تلك الأيام يوم الفطر ويوم النحر وطبعاً الذي يتابع تاريخ المسلمين لا يعرف هذه الأعياد متى كانت وما هي الطقوس التي كانت فيها وما هي صفاتها ولا أوقاتها لماذا؟ بكل سهولة الويسر لأنهم تركوها وما رفعوا بها رأساً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطالها ولو كانت من قبيل العادات ولو كانت من قبيل التقاليد لا قرهم عليها لأن الأعراف لا تخالف الشرع إلا إذا كانت فيها بعض الحيثيات التي تخالف لأن من قواعد الشرع في حينئذ تبطل بسبب ذلك أما الأعياد فإنها مرتبطة بالدين فلذلك أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الله أبدل المسلمين خيراً منها يوم الفطر ويوم النحر وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم لا تعلموا رطانة الأعاجم وهي لغة الأعاجم وطبعاً هذا الأمر مقصود من الكراها يعني من يتعلمها من أجل أن يرفع خسيسته ومن أجل أن يعتز بها وأن يتفخر لكن من تعلم لغة الأعاجم من أجل أن يفقها ما يقولون أو من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام باللغة التي يفهمون فهذا لا حرج فيه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فتعلم لغة يهود فإنه قال له إني لا آمن يهود على كتابنا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه كتاب من يهود فإنه يدعو بعض أهل الكتاب يدعو بعض اليهود فيقرؤون الكتاب العبراني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب يعني حتى يعني ما كان مكتوباً بالعربية فيدعو رجل من أهل الكتاب فيقرأ ويأمره أن يكتب إليهم أن يرد الجواب ولكن اليهود غير مؤتمنين فلذلك دعا زيد بن ثابت وأمره أن يتعلم اللغة فتعلمها رضي الله عنه في خمس عشرة ليلة وهذه في الحقيقة هي الهمم تعلم لغة في خمس عشرة ليلة رضي الله عنه وأرضاً فالشيء هو أن التعلم يعني يدور يعني بحسب يعني مقصده وبحسب يعني النية في ذلك إذن قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليه فإن السخط ينزل عليه طبعاً يعني هؤلاء الذين يعبدون تلك العبادات الباطلة يعني هم يعني في باطل يعني دهرهم كله لكن في أعيادهم ينزل السخط عليهم فنهي المسلمون عن غشيان الكنائس في تلك الأيام كما قال عمرو رضي الله عنه وهذا الأثر أخرجه البيهقي بسند صحيح في السنن الكبير كما قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه طيب نصل إلى الموضوع الذي يهم يعني جملة عريضة من المسلمين الذين ربما يجهلون هذه المعاني وهو حكم تهنئة غير المسلمين بأعياده يعني هل يجوز للمسلمين أن يهنئ النصرانية بهذا العيد كما نسمع اليوم يعني سنة سعيدة أو بوناني أو هابي ييرز يعني هذه الأمور التي يستسهلها كثير من الناس فيظنون أن الأمر يعني من قبيل المجاملات وأنه لا يذهب بشيء من الدين هذا يعني كلام كلام يسير ومع ذلك لو سمعنا كلام العلماء وما نص عليه بخصوص التهنئة يعني لا نتكلم الآن عن حكم المشاركة والاحتفال والإغراق في ذلك كما يفعل المترفون من الجهلة في زماننا الآن يعني بعض الجهلة يشاركون الكفار فيدخلون كنائسهم في أعيادهم ويشهدون صلواتهم في أعيادهم وربما اشتروا تلك الأطعمة وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وربما علقوا تلك الشجار وعلقوا عليها تلك الرموز التي ترمز إلى دم المسيح عليه السلام وترمز إلى تلك الأغلاط والأخطاء التاريخية بأنه ولد تحت شجرة السنوبر ونحن نعلم أنه ولد تحت نخلة كما يأتي إن شاء الله تعالى كل هذا يعني توسع فيه بعض المسلمين بسبب جهالتهم وبسبب يعني ذوبانهم في هذه المجتمعات وانسياقهم وراء زخرفها وبهرجها إذن ما حكم تهنئة المسلمين لغير المسلمين من الكفار واليهود والنصارى بتلك الأعياد الباطلة يقول الإمام بن القيم رحمة الله عليه في يعني أحكام أهل الذم وأما التهنئات وهذا يعني في الحقيقة كلام يعني عصيب لا بد للمسلم أن يسمعه بقلبه وأن يعيه حتى يعلم خطورة هذه المشاركة التي قد يستهين بها بعض المسلمين يقول أنا أهنئ يعني لي زميل في العمل نصراني لي زميل في العمل يهودي وإذا حلت مناسبة عيده الباطل فإنني أجامله وهذا على سبيل المكافأة فإنه جاملني في عيد الأضحى وفي عيد الفطر طيب هو ليس له ما يمنعه من مجاملتك وأنت لك دين تعتز به وقد منعك من ذلك فلا يجز أن تترك دينك من أجل أن تجامل زميلك لأن الله حرم عليك ذلك إذن قال رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق فحرام بالاتفاق تدرون ما معنى قوله فحرام بالاتفاق أي بالإجماع ولش كأن ابن القيم رحمه الله حينما ينقل الاتفاق فهو ليس كغيره ممن يلقي الكلام على عواهنه هذا من العلماء الذين لهم سعة الطلاع على أقاويل علماء الأمصار فحينما يروي ويحكي الاتفاق على تحريم هذا الأمر فشد عليه بنواجدك وكفيك كليهما لأن الأمر جد إذن قال فحرام بالاتفاق مثل يعني ضرب لذلك مثلا مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم يعني طبعا لهم صوم يعني اليهود يصومون والنصارى يصومون لكن صيامهم ليس كصيامنا صيامنا يعني عبادة وصيامهم باطل لأنه يعني مخالف للشرعة يعني مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك إذا حلت هذه الذكريات المشؤومة فإن بعض المسلمين يقولون عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه يعني من العبارات فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات هذا إن سلم قائله من الكفر فإنه من المحرمات يعني قوله إن سلم قائله من الكفر هذا في الحقيقة إشارة إلى التشديد في هذا الأمر لأن التبريك بهذه المناسبات الباطلة فيه إقرار لهذه العقائد الباطلة يعني رجل يحتفل بميلاد الرب يزعم بأن هذا اليوم الذي يعظمه هو يوم يخلد ذكرى ميلاد الرب ونحن نعلم بأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى تنزه عن النقائص كلها سبحانه وتعالى فإذا أنت هنأت هذا الرجل وهو يحتفل بميلاد الرب ويحتفل بصلب المسيح وأنت تعتقد ديانة إن كنت ممن يعني يوقن بما جاء في كتاب الله عز وجل بأن المسيح لم يصلب ولم يقتل وإنما رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم بل رفعه الله إليه فالله عز وجل حكى يعني صراحة بأن اليهود ما قتلوا عيسى بن مريم ولكن ألقى الله عز وجل الشبهة على بعض من كان عنده ممن وشى به عليه السلام إذن قال وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله يعني لو أن رجلا سجد لصليب فجاء رجل فهنئه كما يهنئ بعض المسلمين بعضا بإتمام نعمة بعض العبادات مثلا لو أن رجلا قدم من حج أو عمره فجاءه صاحبه أو جاره مهنئا وسأل الله أن يتقبل منه نسكه هذا أمر مشروع لكن لو جاء إلى رجل يسجد لصليب فهنئه بذلك يعني هذا أعظم إثما عند الله عز وجل وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه تصوروا لو أن رجلا شرب خمرا فجاء آخر فهنئه وقال له هنيئا مريئا وآخر قتل نفسا فهنئه بسبب قتله نفسا ظلما وآخر زنى عياذا بالله ووطئ فرجا حراما فهنئه هذا الذي يهنئ المشرك بعيده أعظم إثما عند الله عز وجل من فعل هؤلاء الذين يهنئون من شرب خمرا أو قتل نفسا أو زنى أو فعل شيئا من هذه الكبار أنت تعلم عظيم الجرم في ذلك قال فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه فقد تعرض لمقت الله وسخطه انتهى كلامه والمراد منه من أحكام أهل الذنى في فصل في تهنئة أهل الذنى هناك حكم آخر في اتخاذ الأطعمة الخاصة والتوسعة على العياد يعني بعض المسلمين يعني يتخذون بعض الأطعمة الخاصة في هذه الأعياد التي يحتفل بها المشركون يعني الآن تكلمنا عن مشاركتهم في أعيادهم وبينا حكمها وبينا أيضا حكم التهنئة وأنه محرم باتفاق كما نقل ابن القيم رحمه الله والآن نعرض لمسألة اتخاذ بعض الأطعمة الخاصة يعني بعض المسلمين يقول بأنني لا أشاركهم في احتفالهم ولا أغشى كنائسهم ولا أهنئهم وإنما حينما يعني تحل هذه الذكرى فإنني أشتري طعاما خاصا كما يشتريه النصارى فما حكم ذلك هل هذا فيه إثم هل هذا فيه شيء من حرش اسمعوا كلام العلم يقول الشيخ الإسلام ولا يحل ولا يحل يعني يحرم ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة يعني اللعب الذي يكون في أعياد المسلمين هذا أمر معروف فإن الشرعة يعني قد آذن للجواري مثلا بضرب الدف وبشيء من اللهو المباح في الأعياد هذا أمر معروف كما جاء في حديث أبي بكر المتقدم معنا لكن لو أن رجلاً مكن صبيانه ومكن مثلاً عبيده وإماءه وخدمه مثلاً من اللعب وإظهار الزينة ولبس الثياب التي لا يعتدها يعني إلا في الأعياد هذا يعني أيضاً من الأمور المحرم قال وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم طيب الآن نذكر كلام فقهاء المذاهب الأربعة وسنكتفي يعني بذكر بعض النقول المختصر وإنما آثرت ذكر هذا الأمر لأننا نسمع في بعض هذه المناقشات في مثل هذه المسألة وفيما يشبهها إذا كان الأمر متعلقاً بالكفار كالترحم على الكفار وغيرها من المسائل التي فيها اتفاق وإجماع من العلماء لكن نسمع بعض من ينسب إلى العلم يخالف ذلك ويخرق الإجماع بل ويزعم يعني افتراء ومن باب الجناية القبيحة فيقول بأن هذا الأمر إنما يفعله المتشدد أو إنما يفعله السلفيون أو إنما يفعله الوهابيون أو إنما يفعله التيميون أو غير ذلك من الأمور فلذلك آثرت أن أذكر يعني نقولاً عن بعض العلماء في المذاهب الأربعة وهؤلاء طبعاً كانوا يعني أبعد الناس عن الوهابية لأنهم يعني كانوا قبل ولادة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ورحم الله جميع علماء الإسلام فهؤلاء أيضاً منهم من لم يكن يعني سلفياً في منهجه أو في معتقده لكن هذا الأمر إذا اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة دل على أنه ليس بموضع للاختلاف وإنما يختلف فيه يعني من كان يعني لا يتبع أهل العلم أصلاً وإنما يتبع هواه أو أصيب بشيء من يعني للانهزانية أو أن له مصلحة أو يريد أن يظهر بمظهر المتسامح ولو على حساب دينه وشرعه وما أكثرهم لا أكثرهم الله إذن نبدأ بمذهب الحنفية باعتبار الإمام أبي حنيفة يعني وأنه كان يعني أولاً يعني الأئمة ظهوراً يعني قال ابن نجيم قال ابن نجيم يعني الحنفي كما في البحر الرائق شرح كنزي الدقائق قال رحمه الله والإعطاء باسم النيروس والمهرجان لا يجوز والإعطاء باسم النيروس والمهرجان لا يجوز أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام يعني لو أنه أهدى إلى أحد باسم هذين اليومين يعني يقول بمناسبة حلول ذكرى النيروس فإني أهدي إليك شيئاً ولو كان الشيء في أصله مباحاً لكن ربطه بأن يروز أو المهرجان أو شيء من هذه الأعياد الباطلة فإنه حرام بل كفر هذا كلام ابن نجيم رحمه الله قال حرام بل كفر وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلاً عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروس وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله هذا كلام الأئمة وانظروا طبعاً هذا الكلام يعني نحن لا نذكر الآن تحرير المسائل هل يكفر كفراً يخرج به عن الملة لكن نحكي أقوال هؤلاء العلماء منهم من شدد فبلغ في تشديد في هذه الأمور إلى هذه الدرجة هذا الرجل عبد ربه عز وجل عبادة صحيحة خمسين عاماً لكن لما جاء هذا العيد الباطل أهدى إلى المشرك بيضة لكن يريد بذلك تعظيم هذا اليوم وهذا اليوم مما أذن الله عز وجل لأن يحقر لأنه يشير إلى عقيدة باطلة لا يقرها الإسلام فقد كفر وحبط عمله وقال في الجامع الأصغر رجل نشترى يوم النيروز شيئاً يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك يعني لم يكن من عادته أن يشتري ذلك الأمر قال إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر يعني كما يعظمه المشركون فإنه يكفر عياذاً من الله وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر يعني إن كان إنما يريد أن يأكل ويشرب ويتنعم بتلك الأطعمة المخصوصة التي يعني يطبخها الكفار في تلك الأعياد فشابههم يعني الآن يعني بعض الكفار يعني يطبخون ديكاً رومياً مثلاً في بعض الأعياد ومنهم من يشتري يعني هذه الحلويات التي تكون يعني على هيئات مشتديرة ويعني يكتب عليها يعني تلك التواريخ وتلك العبارات التي تشير إلى هذه الأعياد فلو أن مسلماً يعني وافق المشركين في هذه الأطعمة وأراد تعظيم ذلك اليوم فإنه يكفر وإن أراد إنما أراد أن يأكل وأن يشرب وأن يتلذذ ويتنعم بتلك الأطعمة لا يكفر لكنه ارتكب أمراً حراماً هذا كلام الأحناف أما مذهب المالكية فقد قال ابن حبيب المالكي رحمة الله عليه ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً إن هذا أمر محرم لا يحل للمسلمين أن يبيع النصارى شيئاً مما ينتفعون به في دينهم لا لحماً إذا كانوا يذبحون مثلاً شاتاً فلا يجوز له أن يبيعهم شاتاً من أجل أن يقربوها بمناسبة عيادهم ولا إداماً زيتاً أو سمناً أو نحوه ولا ثوباً مما يلبس في تلك الأعياد الباطلة ولا يعارون دابة يعني لو قديماً كانت الدواب تعار كما تعار يعني وسائل النقل اليوم الآن تعار مثلاً السيارات يعني يكتري سيارة مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة فكان الرجل النصراني يأتي إلى المسلم ممن له تلك الدواب يعيرها فيستعير منه دابة من أجل أن يركبها ليحضر المهرجان أو يحضر النيروز أو يغدو إلى الكنيسة فهذا أمر محرم ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وينبغي للسلاطين يعني لمن والله الله أمر المسلمين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه يعني هذا قول مالك وغيره من الآئمة يقول ابن حبيب رحمه الله لم أعلمه اختلف فيه يعني ما علم الخلافة عن مالك رحمه الله تعالى في هذا ولا عن غيره إذن هذا أمر أجمع عليه العلماء أنه يحرم إعانة الكفار بشيء مما يستعينون به على أعيادهم سواء كان لحما أو إداما أو غير ذلك مما سمعتم وجاء في البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله وأما كراء الدابة ممن يركبها إلى الكنيسة وبيع الكبش ممن يذبحه لعيده وكفره فاختلف فيه إلى أن قال يعني طبعا ذكر الخلافة عن مالك رحمه الله تعالى بحسب النية وشبه ذلك بحكم مالك رحمه الله تعالى في الذي يبيع العنب ممن يعصره خمرا يعني هذا أمر أيضا فيه خلاف لكن الصحيح المنع منه يعني مالعلمت أنه يشتري منك عنبا ويعصره خمرا فلا يجوز لك أن تبيعه وحكم بيع الطوب لبنيان الكنائس يعني رجل يشتري طوبا من أجل بناء الكنائس الآن بعض المسلمين يشارك في تشييد الكنائس يشارك في تشييد الكنائس مع الأسف إذن قال بيع الطوب لبنيان الكنائس أو الزيت لوقيدها يعني كانت توقد القنادي وكانت يعني توضع فيها وكان يوضع فيها الزيت فلا يجوز يعني بيع الزيت لمن يستعمله وقيدا تنار به الكنائس قال أو المرعات للخنازير يعني رجل له خنازير ورجل من المسلمين له أرض حصد ما بها من زرع وباع الكافرة أو النصرانية تلك الأرض من أجل أن يرعى فيها خنازيره هذا أمر أيضا يعني فيه خلاف عند مالك ولكن الصحيح المنع منه إذن قال حكم الذي يبيع شاته لتدبح في أعياد النصر إلى أن قال فصل في ذكر بعض مواسم أهل الكتاب فهذا بعض الكلام على المواسم التي ينسبونها إلى الشرع وليست منه ينسبونها إلى الشرع وليست منه وبقي الكلام على المواسم التي اعتادها أكثرهم وهم يعلمون أنها مواسم مختصة بأهل الكتاب فتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوهم في تعظيمها مع الأسف يعني الآن لا يخفى على أحد بأن هذه من الأعياد التي اختصت يعني بأمة الكفر يعني ما أحد من المسلمين يعتقد بأن الاحتفال برأس السنة أو بميلاد المسيح عليه السلام بأنها من أعياد المسلمين لا أحد يعني يتوهم هذا يعني معروف بأن هذه من أعياد النصار ومع ذلك شابههم في ذلك بعض أهل الوقت وطبعا يذكر أهل الوقت في زمانه وشاركوهم في تعظيمها يا ليت ذلك لو كان في العامة خصوصا ونحن أيضا نقول هذا يعني يا ليت الأمر بقي مقتصرا على العامة والجهل والرعاع لكان الأمر يعني مقدورا عليه قال ولكنك ترى بعض من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك في بيته يفعل ذلك في بيته ويعينهم عليه يعني يعين أهل بيته عليه ويعجبه منهم ويدخل الصرور على من عنده في البيت من كبير وصغير بتوسعة النفق والكسوة على زعمه بل زاد بعضهم أنهم يهادون بعض أهل الكتاب في مواسمهم ويرسلون إليهم ما يحتاجونه لمواسمهم فيستعينون بذلك على زيادة كفرهم الأصل في المسلم أنه يريد الخير للناس عموما وأنت إذا كنت صادقا في ذلك فإنك لا تعين الكافر على اعتقاده الباطل بل تدعوه إلى الإسلام ولا تشاركه في معتقده الباطل لأنك إن شاركته فإنك تقره وبإقرارك إياه فإنه يظن أنك تعظم دينه وأن دينه لا بأس به فيستمر ويمكث على دينه عياذا بالله إذن قال فيستعينون بذلك على زيادة كفرهم ويرسل بعضهم الخرفانة وبعضهم البطيخ الأخضر وبعضهم البلح وغير ذلك مما يكون في وقتهم وقد يجمع ذلك أكثرهم وهذا كله مخالف للشرع الحنيف يعني هناك نقول كثيرة يعني متشابهة وتختلف يعني بعض الشيء في بعض العبارات وفي بعض الأمثلة ولكن عموما هذا مختضى كي لا نطيل فنضرب صفحا عن بعض النقول أيضا ذكر صاحب المعيار المعرب شيئا من ذلك وذكر يعني ابن الحاج رحمه الله تعالى في يعني في المعيار قال رويت أيضا أن يحيى بن يحيى الليثي وهو الذي روى يعني موطأ مالك وهو أشهر رواتي الموطأ قال لا تجوز الهدايا في الميلاد من نصراني ولا من مسلم ولا إجابة الدعوة فيه ولا استعداد له وينبغي أن يجعل كسائر الأيام كسائر الأيام يعني حتى قضية اتخاذ يعني العطل ويعني ترك العمل بهذه المناسبات هذا أمر يعني محرم ولا أدري لماذا يعني الآن حينما يعني تعطل الإدارات والأعمال والوظائف والمدارس بمناسبة يعني الاحتفال برأس السنة وهو عيد للنصارى وليس عيدا للمسلمين بينما نجد أن المسلمين لا يؤبه لهم في بلاد الكفر فلا يعطون عطلة في يوم عيد الأضحى ولا في عيد الفطر إلا في بعضي يعني الحالات الضيقة وإلا فجملة بلاد الكفر لا يعترف فيها بهذه الأعياد للمسلمين بل يضيق عليهم فيها تضيقا يعني كبيرا فلماذا يعني الآن يعني نجد بعض المسلمين لا يحظون بعطلة في رمضان يعني مثلا يبيت يصلي ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم يصبح في العمل أو في الدراسة وهؤلاء الذين يبيتون على سكر وعلى عهر فإنه ينظر إلى أحوالهم وتعطاهم هذه العطل بل تعمم حتى على المسلمين إذن هذا كله مخالف للشرع ووقع لسحنون مثل ما تقدم ونصه ولا تجوز الهدايا في الميلاد من مسلم ولا من نصران ولا إجابة الدعوة فيه ولا استعداد له انتهى من المعيار المعلم لألوان شريسي رحمة الله عليه أما مذهب الشافعية فقولهم ليس ببعيد عن هذا أيضا قال الدمير رحمه الله في النجم الوهاج في شرح المنهاج في فصل التعزير طبعا كتابه جمع كثيرا من أبواب الفقه وفي باب التعزير طبعا التعزير هو العقوبات التي تكون دون الحدود الحدود هي التي حدها الشرع كقطع السارق وكرجم الزاني المحصن وكجلدي يعني الزاني البكر وكجلدي يعني شارب الخمر والمفتري الذي يقذف المحصنات هذه حدود لكن التعزيرات يعني مرجعها إلى ولي الأمر وإلى قاضي المسلمين فيضرب أصواتا بحسب ما يرى بحسب الجرم الذي ارتكبه يعني العاصي إذن في فصل التعزير يقول يعزروا اسمعوا بارك الله فيكم حتى تعلموا تساهل المسلمين في هذه الأمور وظنهم أنها من الأمور السهلة وأنه لا حرج عليهم في مشاركة غيرهم في ذلك قال يعزروا من وافق الكفار في أعياده يعني الذي يوافق الكفار في أعياده يعزر يعني يقام عليه هذا التعزير ويضرب أصواتا بحسب ما يرى قاضي المسلمين قال ومن يمسك الحية ومن يدخل النار طبعا هو سياقه لا يعني فقط موضوعنا وإنما يذكر أمثلة أخرى الذي يمسك الحية كهؤلاء المشعودين الذين يعني يأخذون الحيات ويزعمون أنهم لا يؤذيهم يعني لسعها كذلك من يدخل النار ويزعموا أنه لا يحترق هؤلاء يعزرون لأنهم يستعملون أمورا يعني مخالفة للشرع ومن قال هذا عطف على ما سبق ومن قال لذمي يا حاج يعني ذمي إما أن يكون نصرانيا وإما أن يكون يهوديا يعني ذهب وحضر عيده الباطل ثم لما قفل عرض له مسلم فقال له يا حاج قال له يا حاج فشبه عبادته الباطلة بعبادة المسلمين فهذا أيضا يعزر لأن الحاج عبادة ورق من أركان الإسلام وله أحكام وله يعني قداسة فلا ينبغي ولا يجوز بل يحرم تحريما مؤكدا أن يشبه يعني الحاج بمن عبد يعني الصليب وبمن عبد تلك العبادة الباطلة إذن ومن قال لذمين يا حاج ومن هنأه بعيد ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا يعني الذي يزور قبور الصالحين ويسميه بعضهم حاجا فهذا أيضا يعني يعزر على مذهب الشافعية وقال ابن حاجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في الفتاوى الفقهية الكبرى في باب الردة باب الردة طبعا هذا باب معروف في الإسلام يعني من غير دينه وبدله فشرع الله عز وجل أنه يقتل من بدل دينه فاقتله لكن الآن يعني حينما اختلطت الأمور صار الناس يشككون في حد الردة الثابت في يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال رحمه الله ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدعي موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم بالتشبه بأكلهم يعني يطبخوا طعاما خاصا كما يطبخه المشركون بمناسبة تلك الأعياد يعني إن بيضا فبيض وإن لحما فلحم وإن يعني خبزا فخبز وهكذا يعني يشابهم في تلك الأطعمة الخاصة التي يجعلونها يعني شعارا لتلك الأعياد الباطلة إذن قال بأكلهم والهدية لهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه يعني يمنع الإهداء إليهم ويمنع أيضا قبول هديتهم بتلك المناسب قال وأكثر الناس اعتناءا بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل قال ابن الحاج لا يحل ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك انتهى كلامه وذكر كثيرا من بداعهم ونختم بمذهب الحنابلة طيب جاء في كشافي القناع على متن الإقناع للبهوت ويكره التعرض لما يجب المودة بينهما يعني كل ما يجب المودة بين المسلمين والمشرك يحرم يعني التعرض يعني يكره التعرض له يعني يكره للمسلمين أن يأتي شيئا مما يقوي به المودة بينه وبين المشرك لأن الأمر على خلاف ذلك لعمم قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهذا يعني المقصود به النهي المقصود به النهي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إن كانوا حقا يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر فإنهم لا يمكن أن يتعاطوا شيئا يوادون به من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال وَإِنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ إِنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ يعني مثلا لو أن مسلما عطس فقال الحمد لله فقال له الكافر يرحمك الله فإنه يجيبه يقول له يهديكم الله ويصلحوا بالكم لأن هذا أمر لا حرج فيه وقد كان اليهود يتعاطصون عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقول يرحمكم الله فلا يقوله ويعدل عنها إلى قوله يهديكم الله ويصلحوا بالكم لأن الدعاء بالهداية للضال وللكافر أمر مشروع مأذون به بل قد يكون مستحبا إذن قال وَإِنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ لأن طلب الهداية جائز للخبر السابق ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم لأنه تعظيم لهم أشبه السلام يعني يشبه السلام لأن السلام يعني لا يجوز بدء أهل الكتاب بالسلام ولا يجوز الرد عليهم إلا ردا مقتضبا وهو قوله وعليكم لماذا؟ لأن ما يتلوها لا حظ لهم فيها لأنني إذا سلم علي المسلم فإنني أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذه الرحمة لا تجوز للكافر والبركة لا تجوز أن يدعى بها للكافر إذن قال وَيَحْرُمُ تَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِيَادَتُهُمْ طبعا قضية التعزية والعيادة هذا مذهب الشافعي وإلا فالخلاف فيها مشهور بين العلماء والصحيح أنه يجوز تعزية الكافر ولكن مع عدم ذكر شيء مما يعني يفهم منه يعني الترحم على الميت وإنما يدعى له مثلا بالصبر على ما أصابه ويدعى له بشيء من ذلك هذا أمر قرره العلماء أما أن يقال رحم الله ميتك فهذا أمر محرم لأن الترحم على الكفار أمر محرم لا خلاف فيه كما تقدم معنا في مجلس سبق أما عيادتهم فأمر أيضا مشروع الصحيح أنه مشروع وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي كما هو مشهور ومعروف ودعاه إلى الإسلام فقال يعني استشار أباه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم ومات على الإسلام وفرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذن عيادة من يرجى إسلامه من المشركين هذا أمر مشروع إذن الذي يهمني هو ما انعقدت عليه كلمة المسلمين والفقهة يعني وأجمعت عليه وهو قضية تحريم تهنئتهم إذن قال ويحرم تهنئتهم وقال الشيخ ويحرم شهود عيد اليهود والنصار يحرم شهود عيد اليهود والنصار الآن يعني بعض المسلمين بل بعض من ينسب إلى العلم من المعممين ومن المطربشين يعني يحضرون مع النصار في كرائسهم في اليوم عيدهم ويشهدون صلواتهم وهذا العمر الله أمر محرم باتفاق لا يجيزه أحد من العلماء ويحرم شهود عيد اليهود والنصار وغيرهم من الكفار وبيعه لهم فيه يعني لا يبيع لهم في هذا العيد يعني بعض المسلمين يعني يخزن بعض السلع التي يشتريها الكفار بهذه المناسبة ويهيئها بوفرة ويبيعها على الكفار ليعينهم على دينه وهذا كله محرم وذلك الكسب كسب خبيث وهو سحت لا يجوز للمسلمين أن يدخله بطنه عياذا بالله إذن وبيعه لهم فيه قال ومهاداتهم لعيدهم مهاداتهم الإهداء إليهم لما في ذلك من تعظيمهم فيشبه بداءتهم بالسلام يشبه بداءتهم بالسلام وقد علمنا ما في ذلك من النهي ويحرم بيعهم وإجارتهم يعني يحرم على المسلمين أن يبيعهم شيئا بمناسبة عيدهم ويحرم عليه أيضا أن يؤجر لهم دابة أو ثوبا أو نحو ذلك إذن قال وإجارتهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا أي صنما يعني لو أنه أجر لهم يعني بيتا من أجل أن يقيموا فيه صلواتهم هذا أمر محرم وإجارة باطلة كذلك لو أجر لهم يعني ما يصنعون به تمثالا أي صنما يعبدونه ويسجدون له ونحو ذلك كالذي يعملونه صليبا لأنه إعانة لهم على كفرهم الآن ربما بعض المسلمين ينحتون الصلبان ويبيعونها للكفار بعض المسلمين يصنعون يعني شيئا مما يعني يستعين به الكفار في كنائسهم وفي بيعهم وهذا أمر محرم لا يجوز للمسلمين أن يشارك أعداء الله عز وجل في ذلك قال لأنه إعانة لهم على كفرهم وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طبعا الآية من أصرح ما يكون فهذا الأمر إذا تبين وهو بيّن لا خفاء به أنه إثم وعدوان فقد نهى الله عز وجل عن التعاون عليه ولا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على البر والتقوى فالمسلم يعين أهل البر وأهل التقوى في برهم وفي تقواهم لكنه منهي عن إعانة أهل الإثم والعدوان ويحرم كل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا إجماعا يعني ينقلوا إجماع العلماء قال للخبر للخبر أي للحديث الذي تقدم معنا مرار وهو قوله ومن تشبه بهم فهو منهم وتجيب عقوبة فاعله وتجيب عقوبة فاعله يعني على السلطان أو قاضي المسلمين أن يعاقب من فعل ذلك إذن هذه باختصار يعني كلمات العلماء في بيان حكم ذلك الآن يعني بعض المسلمين يعني يشترون هذه الحلويات حلويات ويعني يطعمون أبناءهم إذا كان هذا العيد المشؤوم الذي يرمز إلى عقيدة باطلة وهي يعني عقيدة صلب المسيح عليه السلام طبعا نحن نعتقد أن المسيح كلمة الله ونبي من أنبياء الله ولكن هم يعتقدون بأنه ابن الله أو يعتقدون أنه الله أو أنه ثالث سلام يعني لأن طوائف النصارى يعني تختلف اختلافا كثيرا وهذا كله قد أبطله القرآن وحكم بكفرهم بسبب ذلك إذن هم يعتقدون يعني بأن هذا العيد هو عيد ميلاد الرب أو ميلاد ابن الرب أو ميلاد هذا الأقنوم الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة التي يعبدها طوائف من النصارى فلا يجوز للمسلم أن يعتقد ذلك ولا أن يشاركهم في ذلك ألم يقرأ المسلمون قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إذن النصارى يقولون بأن الله عز وجل اتخذ ولدا وهو المسيح وأنه أرسله إلى الأرض من أجل أن يؤخذ فيصلب وتصمر كفاه ويعلق على خشبة من أجل أن يتحمل خطايا بني آدم ولذلك الكفار ابن آن يعني يكثرون من الفجور ومن شرب الخمور بهذه المناسبات لأنهم يعتقدون أن المسيح عليه السلام قد تحمل عنهم تلك الخطايا وتلك الآثام فإنهم مهما فعلوا فإنهم يأتون الكاهن الكذاب يعني يذكرون ما وقعوا فيه فيغفر لهم ويضمن لهم سكا للغفران وهذا كله من الاعتقادات الباطلة السخيفة إذن قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إذن الرحمن لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا فكيف تزعمون أنه اتخذ ولدا إذن المسلم صاحب الفطرة النقية وصاحب العقيدة الصحيحة لا يمكن أن يشارك المشركين وهم يحتفلون في احتفال يسبون فيه رب العالمين سبحانه وتعالى لأن هذا من سبب الله الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يعني يزعم أن لي صاحبة وولدا يزعم أن لي صاحبة وولدا وأنا الله لم ألد ولم أولد إذن هذا جاء في الحديث القدسي بأنه إذاية لله وسب لله فكيف تشارك يا عبد الله من يعتقد هذا الاعتقاد الباطن ثم إن هذه التواريخ التي يقدمها هؤلاء الكفرة يعني يحتفلون في نهاية شهر دجمبر ويزعمون أن المسيحة ابن مريم عليه السلام ولد في الخامس والعشرين من شهر دجمبر هذه كلها تواريخ باطلة لأن عيسى بن مريم عليه السلام لم يولد في فصل الشتاء أصلا وإنما ولد في فصل الصيف لأن عقيدتهم الباطلة أنه ولد في هذا الشهر وأنه ولد تحت شجرة السنوبر وإذا ذكروا تلك الحادثة وأرفقوها بتلك الصور دائما يرفقون بهذه الصور التي تعبر عن الثلوج ونحوها والله عز وجل يقول في صريح القرآن الذي يقرأه المسلمون ويحفظه كثير من المسلمين يعني في قصة مريم في القرآن وهزي إليك بجذع النخلة يعني لم يقل الشجرة حتى يلتبس على الناس يعني نوعها بل في صريح القرآن أنها نخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تساقط عليك رطبا جنيا فقضية الرطب إنما تكون في هذا الموسم يعني موسم التمور في موسم الصيف ولا تكون في موسم الثلوج وقد جاء في بعض الأناجيل المحرفة والتي فيها بقية يعني حق يعني في إنجيل لوقة أن المسيح عيسى بن مريم لما ولد يعني كان الرعاة يرعون أغنامهم ولش كأن الرعاة لا يمكن أن يرعوا أغنامهم في وقت الثلوج وإنما يرعونها في وقت الصيف حين يوجد الكلأ والعشب وهذه من الأمور الباطلة التي يعني تدل على فساد معتقد هؤلاء الكفار وفساد يعني تواريخهم لأنهم حرفوا وغيروا كثيرا فضلوا وأضلوا فالشاهد عندي هو أن المسلمين ينبغي أن يعتزوا بدينهم وأن يحتفلوا بأعيادهم على الوجه المشروع لأن أعيادنا من جملة ديننا ونؤجر على ذلك ونثاب لكن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم فيه الإثم وفيه الوزر وقد يصلوا إلى الكفر عياذا بالله إذا قصد صاحبه تعظيمة تلك الأيام وكان يعقل معناها ومغزاها عند أهلها فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لفضيلة الشيخ أبي يونس محمد الفرعني حفظه الله